رئيس حركة مجتمع السلم عبدالزاق مقري قبل الحديث أثار تصريح الذي بوث عشية أمس على قناة النهار لرئيس حركة حمث سيد عبدالزاق مقري على هامش ملتقل لمتخبات الحركة الذي تحدثت عنه وسيدة الفاضلة أثار ضجة كبيرة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر بعدما تم تداوله على نطاق واسع لقي الفيديو ردود أفعال المتصفحين الذين استغربوا موقف رئيس حركة إسلامية يدعو المر إلى التحرر على حساب الرجل كما نتابع أنتنا نصف المجتمع نركزين يأسر على النساء يا أخي ما تعيشوش في ظل الرجال ما تقبلوش الرجال يشيخوا عليكم في حياتكم كيفا؟ ما تعيشوش في ظل الرجال ما تقبلوش الرجال يشيخوا عليكم في حياتكم ما تقبلوش الرجال كما تبعنا سيدة لطيفة كنت حاضرة في هذا الاشتماع أنا كنت حاضرة وأنا لا أستغرب وجه الاستغراب من هذه التصريحات لأن النساء هنا شقائق الرجال ونحن لسنا في صراع مع الرجل المرأة ليست في صراع مع الرجل بل نحن في تعاون وفي مودة لأجل حل المشاكل وعلى كل حال احنا في تونس تجاوزنا هذه المسألة الدستور حسم كثير من المسائل واليوم التحديات المطروحة علينا هي مواجهة الفقر ومشاكل التنمية والتحديات الأمنية المفروضة عليهم فمنحبوش نخلقه صراعات لا بين المرأة ولا بين الرجل ربما الاشكال أن حزب إسلامي ينادي بتحرر المرأة بهذا الشكل لا هذا مش اشكال احنا في حركة النهضة بعد الثورة عندما في لجنة حماية الثورة ترحت مسألة التناصف وهو لإحراج الحركة الإسلامية وهي حركة النهضة ولكن عندما حركة النهضة وافقت على مبدأ التناصف وقانون التناصف يعني الجمعيات التي اقترحتها كادت أن تتراجع في هذه المسألة قاعدة رأيك يا شخصية سيدة لطيفة لو نعرجه بميلا الوضع الأمني في تونس بصفتك برلمانية عن حركة النهضة تونسية وكما نعلم أن حركة النهضة التونسية هي القوة السياسية الثانية بعد حزبريتا